بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الالي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترين حلقة النهاردة بالتأكيد هنواصل فيها متابعتنا لما يدور على السوشيال ميديا ومن خلال صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية ونتكلم في تفاصيل مهمة بالنسبة للمرحلة القادمة لكن سريعا حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة ومصيرة وبالتأكيد هتهم كل مشاهدينا في كل مكان نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وبالتأكيد منتظرين مشاركتكم معنا كالعادة في بداية هذه الحلقة وبنعرض سؤال مهم جدا وهو متعلق بمباراة الأهل ومصر المقصة بإذن الله بعد التعادل مع الاتحاد السكندري التشكيل المتوقع مين ممكن يلعب ويبدأ هذه المباراة من وجهة نظر الجماهير مباراة الأهل ومصر المقصة إن شاء الله يوم السبت القادم مباراة هامة جدا وبإذن الله إن شاء الله الأهل يحسن فيها الدور بشكل رسمي ونهائي انتظارا للمرحلة القادمة شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وبالتأكيد إجابتكم مهمة بالنسبة لنا في الفقرة الأخيرة من برنامج التريند لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم التريندات وعنوين حلقت النهاردة نبدأ بتريند الأهلي الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المقصة وفي التريند المحلي انتهاء الدوري آخر أكتوبر وفي التريند العالمي جاري سبيل على أعتاب العودة لتوتنهام طبعا لسا مستمرين معاكم في إطار مباراة الجولة 27 ورغم أن المباراة بدأت منذ حوالي يومين لكن هذا الأسبوع تحديدا ممتد معانا حتى نهاية الأسبوع والختم إن شاء الله هيكون غدا الخمس لكن النهاردة في مباراة مهمة مباراة الجونة واسموحة الساعة 6 ومباراة وادي دجلة وبراميدز الساعة 8.5 براميدز بيسعى للتواجد ضمن الأندية اللي بتحاول تصل إلى المركز الوصيف وفي منافسة قوية مع الزمالك والمولين والمولين بالأمس تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق وبالتالي مازالت هناك منافسة قوية جدا بين الأندية على المركز الثاني لكن في المركز الأول الأمر بعيد تماما للنادي الأهل يحلق عاليا في جدول الدوري متصدرا المسابقة في مشهد معتاد كالعادة لنادي القرن الإفريق أخرج إلى الفاصل ثم نواصل حلقة النهاردة من برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند وفقرة مهمة جدا والجماهير بتهتم جدا بعضك التفاصيل والمعلومات اللي بتقال فيها لكن في البداية وإحنا محتاجين نبدأ بفقرة تريند التريند لازم الأول نطمئن على سلامة المهندس خالد مرتجي والحمد لله خلال الساعات القليلة الماضية نشر تويتر عبر تويتر وطمنا على صحته طبعا الفترة الأخيرة كان بيعاني من أزمة صحية بسبب تعرضه لفيروس كورونا وكانت فيه إصابة بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة هو أسرته لكن الحمد لله من خلال تويتر اللي كتبها عبر صفحته والتغريدة اللي نشرها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم طمنا على صحته خلال الفترة الأخيرة وأصبح الحمد لله بحالة طيبة وحالة صحية جيدة في نفس الإطار وإحنا بنتكلم على تويتر المهندس خالد مرتجي وأطمئننا على سلامته وعلى صحته بعد الإصابة بفيروس كورونا هذا الفيروس اللعيني للأسف للأسف يعني ناس كتيرة تعرضت للإصابة بيه خلال الفترة الأخيرة وللأسف برضو فيه ناس يعني فقدناها وكان أبرزهم طبعا الكابتن عزمي مجاهد وبنقول طبعا بالمناسبة دي لأمير البقال الله في الكابتن عزمي لكن الحمد لله يمكن الأمر المهندس خالد مرتجي طمئننا على صحته وخرج منها سليما الحمد لله وفي نفس الإطار وإحنا بنتكلم على صحة المهندس خالد مرتجي النهاردة كان فيه شيء جيد جدا لما شفناه بقى في مقر النادي الأهل بالجزيرة على هامش اجتماع مجلس الإدارة والنهاردة كان موجود هو زمنت قدامكم على الشاشة وصول المهندس خالد مرتجي إلى مقر النادي الأهل بالجزيرة وحرصه على التواجد في اجتماع مجلس الإدارة وأطمئننا على صحته وسلامته كتبه التويتر وأطمئننا عليه لكن طبعا لما نشوفه صوته صورة طبعا نطمئننا عليه أكتر ووجوده بقى داخل النادي الأهلي وأول ما الحمد لله بقى كويس على طول ما يقدرش يبعد عن النادي الأهلي وأي واحد عاش ما بين جدران النادي الأهلي ما يقدرش يبعد عن النادي الأهلي لحظة واحدة ولا يوم واحد ألف مليون سلام عليك يا وزير خارجية الأهلي يا بش مهندس خالد نجل الفريق عبد المحسن كامل مرتجي أحد الرموز الكبيرة في النادي الأهلي الحمد لله على السلام يا بش مهندس طيب معنا موضوع تاني وهنتكلم فيه جزئية مهمة جدا خلال الساعات اللي فاتت جمهور النادي الأهلي رصد الجزئية دي بشكل لافت للنظر والسوشيال ميديا بتبقى مرئاء لما يحدث في المجتمع أو لما يحدث في الإعلام الرياضي بشكل عام بصراحة هي عنوانها الرئيسي شوزفرينيا السوشيال ميديا والإعلام الرياضي ليه شوزفرينيا؟ لأن في الوقت لما كانت فيه بعض اللعيبة ممكن شايفة مستقبلها أو مصلحتها في مكان تاني وخدت إجراءات تعاقد مع نادي آخر غير النادي الأهلي الكل بلا استثناء طلع وقال احتراف احنا في عصر الاحتراف احنا في عصر المدة كل واحد ده ممكن يفكر في مستقبله ممكن ازاي يأمن مستقبله لفترة الجاية وكان فيه سيل من الدفاع عن بعض المواقف خلال الفترة الأخيرة لو انت واخد نفس الاتجاه في أمر آخر حتى لو متعلق بناديك وتقول ده أمر احترافي وعادي وما فيش مشكلة في أمر يخص المدير الفني انه هو سدد الشرط جزائي ورحل لا هنا حصل شوزفرينيا ازاي؟ ازاي دخيانة؟ ازاي يحصل كده؟ انا مش بتكلم على اراء مسؤولين انا بتكلم على الاعلام والسوشيال ميديا اللي كانت دايما بتنظر وبتقول كلام ده ما يحصلش كلام ده ما ينفعش النادي الاهلي واللعيبة ازاي تمشي ودي أعمدة تمهوا في نفس الوقت فيه قرار احترافي لمدير فني تعاقده يسمح بكده فسخ العقد وشايف مستقبله ليه رؤية لكن الاعلام والسوشيال ميديا مبارح بلا استثناء كلها في اطار موقف غير احترافي وانت مش عارف الفترة الجاية انك على اعتاب بطولة افريقية ده انت محقق بطولتين الراجل شايف كده الراجل وجه يتنظره كده هو شايف انه مستقبله في مكان تاني خلاص هو حر مش ده الاحتراف اللي انتو بتتكلموا عليه هنا بقى الشيزوفرينيا انك لما بتاخد مثال المعيار بالنسبة لك مش متساوي مختلف ليه مختلف؟ لان النادي القالي بالنسبة لك هنا هدف مش اعلام هنا بالنسبة لك النادي الاهلي انت عايز توصل لهدف او انت عايز تعمل لقطة معينة مع جماهير النادي الاهلي عشان تهز سقطها في الادارة وفي الاجهزة الفنية وفي اللاعبين لكن سبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في النهاية ربنا مطلع على كل شيء وكل نادي طالما بيشتغل لمصلحته وبيفكر في اهدافه بالتأكيد والنية بتبقى سليمة نهاية الموسم هتاخد الهدف اللي انت بتشتغل عليه لكن طول ما المنافذ على طول عينه معاك وعلى طول رسائل كلها يصدر ازمات وعلى طول عايز يقول الناس ان هنا في مشكل كتير فجأة بدون اي مقدمات تخرج ازمة عشان تثبت ان الاعلام والسوشيال ميديا في حالة شوزوفرينيا بابين قصين بتسيطر على السياسة التحريرية لجميع وسائل الاعلام بشكل عام خلال الفترة الاخيرة لان البعض ما حابش يتكلم في التفاصيل وراح في سكة مدرب عنده بطولة ازاي يمشي رؤيته مستقبله وجهة نظره وعلى فكرة الامر ده لو تقرر في اي نادي كله مدرب شايف وجهة نظره رؤيته بس الاندية الكبيرة هنا ما بتقفش على الموضوع ده لان في النهاية اللي بيصنع اسم المدرب هو النادي النادي الاهلي صنع اسامي مدربين كبار جدا فيه مدرب ممكن يفسخ عقده ويدفع شرط جزائف نادي عشان ييجي النادي الاهلي لكن يعمل عكس كده مع النادي الاهلي ما بتحصلش الحمد لله كتير ولو حصلت ممكن مرة كل خمسين سنة لكن في النهاية النادي الاهلي سيبقى قلع عشامخة واستهازل كم من الحالة الضبابية اللي بتشهدها السوشيال ميديا والاعلام الرياضي خلال الفترة الاخيرة طيب ترند الاخر والحمد للهنا سعيد جدا بردود الافعال منذ الامس واحنا بنفتح ملف التحكيم المصري بشكل عام ومبنتكلمش باخطاء تحكيميها ليه علاقة بالملعب احنا بنتكلم في معايير وفي ادارة لجنة حكام والسراتيجيتها في ادارة هذا الملف خلال الفترة القادمة ردود الافعال الحمد لله لان برح كانت ايجابية لكن البعض برضو حاول يصدر ازمة وينط على المركب كده ويعمل موضوع غير صحيح ويقولك بيان النادي الاهلي اتكلم في نقاط غير واضحة واتكلم في معلومات غير صحيحة وازاي الاهلي عايز حكم مصنف رقم واحد وابراهيم نور الدين هو المصنف رقم واحد انا هرد عليك بمعلومة عشان برضو لما تطلع لازم تبقى مذاكر وعارف انت بتقول ايه التصنيف هنا بيرجع للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي مش للجنة الحكام اللي بترسل القائمة الدولية ممكن انت هنا في مصر تحط ابراهيم نور الدين رقم واحد وبعدين محمود البنة عشان تستبعد جهات جريشة من ادارة مباراة كأس العالم عشرين اتنين وعشرين ودي ازمة كلنا فاكرنا حصلت ما بين فترة جمال الغندور وفترة عصام عبد الفتاح وجهات جريشة طلع يتكلم في الجزئية دي فبالتالي التصنيف اللي تحطي هنا ما كانش ابراهيم نور الدين رقم واحد لهو تحط رقم واحد وبعدين محمود البنة عشان جهات جريشة مايروحش كأس العالم طب هل ابراهيم نور الدين عمر اللي مش مصنف ضمن التلاتة الاوائل هو اللي مرشح لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين في قطر فبالتالي ابراهيم نور الدين ليس الحكم المصنف الاول في مصر اكبر دليل على ده كمان ودليل اخر انا بقول معلومات مش بقول اراءه على جهات نظر شخصية ابراهيم نور الدين في كل المباريات الاتحاد الافريق اللي بيسندها لطاقم تحكيم مصري بيكون حكم رابع بيكون حكم رابع ما بيكونش حكم ساحة وعلى فكرة ازمة ابراهيم نور الدين مكادش فقط موجودة في البطولة العربية لا نعمل فلاش باك من 3 سنين لما كانت فيه مباراة ما بين مالي وموريتانيا في 2015 استعدادا او 2017 استعدادا لبطولة امم افريقيا للمحليين في المغرب وحصلت اعمال شغب ووقتها ابراهيم نور الدين استبعد من المباريات الافريقية لفترة طويلة فكرين المشهد والموقف ده من وقتها ابراهيم نور الدين حكم رابع في كل المباريات الافريقية حتى لما دخل في كهس القوم الافريقية الاخيرة في مصر دخل لان مصر بتنظم البطولة وبعد مين بعد مجهات جريشة كان ضمن الحكام هو وي امين عمر وبالتالي كان محمود البنة الحكم الثالث او كان ابراهيم نور الدين الحكم الثالث ما كانش الحكم الاساسي ولما كان فيه اختيار لتحكم مصر في مباراة المغرب وكتفوار تم استبعادن ابراهيم نور الدين واصندت اليه مباراة واحدة فقط مباراة انجولا وموريتانيا وكانت مباراة تحصيل حاصل في الدوري المجموعات لبطولة الامم في مصر فبالتالي محدش يزايد على بيان النادي الاهلي في هذه الجزئية لان الاهلي لما اتكلم اتكلم بمعلومة ابراهيم نور الدين ليس حكم مصنف وانبارح شرحت وقلت ليه بيتم اختيار عدد من الحكام في بعض المباريات لان اللجنة ليس لها دور في اختيار الحكام الاختيار هنا للحكام بأنفسهم ولما قلت ان مباراة الاهلي والبيرامدز فيه خناء عليها انبارح موظم واسال الاعلام تنقلت هذا الخبر وبتتكلم عليه لغاية اللحظة دي وهنشوف مين هيكون حكم مباراة الاهلي والبيرامدز الفترة اللي جاية اذا لما بنتكلم في هذا الملاب بنتكلم بمعلومات ابراهيم نور الدين بعيد تماما عن الصورة في التحكيم الافريخي خلال الفترة الاخيرة وبالتالي اخر نقطة يجب على لجمة الحكام لما تسند هذه المباراة الكبيرة تسندها لحكام مصنفين عندك جهات جريشة من الحكام اللي عنده خبرة طويلة حتى لو فيه اخطاء تحكمية وعندك امين عمر مرشح لكاس العالم وعندك محمود البنة ابراهيم نور الدين بييجي بعد يوم في الترتيب الرابع او الخامس على الاقل تبقى للتصنيف الدولي واختيارات الاتحاد الافريقي في المباراة الافريقية دي كانت فقرة مهمة جدا من فقرة تريند تريند اخرج الى فاصل وندخل بصلعة في تريند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا ازاي تناولة اخبار الاهلي ومعلومات الاهلي والصور المميزة عن بعض اللاعبين والجهاز الفني داخل النادي الاهلي اهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند الاهلي وبالتأكيد السوشيال ميديا والكلام عن الاهلي خلال الساعات الاخيرة نبدأ اول حاجة من الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي اهتم جدا ان هو يحط الرزنام او الاجندة بالنسبة للفترة اللي جاية وازاي النادي الاهلي بيستعد الفترة الجاية وعندنا الجدول مباريات مزدحم بالنسبة للمرحلة القادمة الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر قال ان فيه ست مباريات حتى نهاية الدوري ومباراة في دور 16 لكأس مصر أمام الترسنة بالمناسبة عندنا مباراة المقصة يوم 19 ستمبر مباراة يوم السبت اللي جاي بعدها افسي مصر يوم 23 تسعة طنطة 27 تسعة المقولين يوم 4 أكتوبر امبي 7 أكتوبر وبراميدز يوم 11 أكتوبر وفي جولة أخيرة متبقية هتتلعب يوم أحد أيام 28 أو 29 أكتوبر بعد إياب نصف نهاء دورة بطال إفريقيا مع الوداد المغربي لكن مباراة الكاس هتكون مع الترسنة ودي هتكون ما بين مباراة الدورة يوم 39 وإن شاء الله النادي الأهل يتأهل من دور 16 للكاس ويكون عنده إن شاء الله مباراة في دورة 8 مع فريق أبو إير للأسمدة ثم تؤجل بقى مباراة نصف النهائي ونهاء كأس مصر لما بعد نهاء دورة بطال إفريقيا وبالتالي هنلعب هذه المباراة بعد 6 نوفمبر خلال المرحلة القادمة أيضا كمان حساب الأهلي بليارز 72 على الانستجرام أشاده بشكل كبير جدا بمستوى محمد هاني في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري والدور المميز اللي قدام محمد هاني في التغطية الدفاعية في مركزه كباك ريت وعمل مباراة أكثر من رائعة وبالمناسبة مش مباراة الاتحاد تحديدا لآخر مباراتين كان ظاهر بشكل جيد جدا ودي تاني أكثر لاعبين استخلاصا للقورة في هذه المباراة وعمل تاكلينج في عدد من الهجمات المرتدة لفريق الاتحاد السكندري ومنع هجمات كانت فيها نسبة أهداف عالية لفريق الاتحاد السكندري وبالتالي أبرز لقطة كانت منع هدف محاقق لفريق الاتحاد أمام النادي الأهلي كمان الصفحة الرسمية لصفحة يلا كورة على الفيسبوك اتكلموا على مباراة مصر المقصة والغيابات اللي موجودة في خط الدفاع إزاي النادي الأهلي هيواجهها خلال الفترة اللي جاية واقتراحتهم ووجهة نظرهم أنه فيه تلات حلول أمام ريني فيلر أمام مصر المقصة الحل الأول الدفع بحمد فتحي بجوار أيمن أشرف عندنا غياب لأحمد فتحي عندنا غياب رومي ربيع غياب ياسر إبراهيم أيضا كمان سعد سمير غير مقايد محمود متولي رباط صليبي فبالتالي ما عندكش غير أيمن أشرف وبالتالي الفرصة أن يكون حمد فتحي خيار أول للتواجد بجوار أيمن أشرف في حل تاني وخيار آخر أنه ممكن يكون محمود وحيد بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع على أساس أنه ممكن يكون علي معلول موجود في الظاهير الأيصر ومحمود وحيد يكون بجواره في مركز المساك في حل تالت طبعا كل ده رؤية فنية من خلال يلا قورة أو الزملاء في يلا قورة قالوا لجوء لمحمد هاني لللعب في مركز قلب الدفاع ومحمد هاني تميز في هذه الجزئية خلال الفترة الأخيرة حتى لما كان حسن الشحاب متواجد بشكل طيب في الفترات الأخيرة كان أيضا بيؤدي هذا المركز فممكن تخط محمد هاني بجوار أيمن أشرف بس ساعتها هنا هتفكر مين يرجع بقريت هل ممكن بقى يكون حمد فتحي ولا الرؤية الفنية هتكون ازاي بالنسبة لرينيفا مش بالنسبة لأحداث المباراة يوم السبت وان شاء الله في تدريبات خلال الأيام الأحالية وعلى يوم السبت ان شاء الله هيكون فيلر استقر على تشكيلة المباراة وخط الدفاع منها هيكون قائد خط الدفاع بجوار أيمن أشرف أيضا كمان الحساب الرسمي على تويتر لصحيفة الأهرام كتبوا أن الأشعة أثبتت يعني إصابة رمي ربيعة بإجهاد في العضلة الخلفية وهناك محاولات مكسفة لتجيزه لمباراة مصر المقص الحمد لله الأشعة أثبتت أن فيه إجهاد خفيف ما فيش شد من الدرجة الأولى أو التانية أو التالتة والحمد لله يمكن درجة الشد بتفرق بنسبة كبيرة في ابتعاد اللاعب ومدة الإصابة لكن الإجهاد بيبقى فيه إجراءات تحفظ طبي الجهاز الطبي بيشتغل عليه وان شاء الله يكون رمي ربيعة جاهز للمرحلة اللي جاية طيب الحساب الرسمي لسوبر كورا على الفيسبوك اتكلموا في إحصائية أو أربع أرقام قياسية لا يزال فيلر يستطيع تحتمها في موسم الكورونا وصل النادي الأهلي لأعلى عدد من النقاط المجمعة في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدور الممتاز إلى 88 نقطة وهو ما يمكن أن يتخطى ريني فيلر حيث يمكنه الفوز في سبع المباراة المتبقية وبالتالي يصل إلى النقطة 93 لو وصلت 93 نقطة طيب أنت قسرت الرقم القياسي اللي انت حققته قبل كده لما وصلت لرقم 88 نقطة في الخمس مواسم الأخيرة لما لعب الأهل 34 مباراة كان أكبر نسبة أهداف مسجلة كانت موسم 2017-2018 وأحرصت 75 هدف وبالتالي الفريحة لين عنده 60 هدف في حصيلة أهدافه وعنده فرصة أنه هو في خلال التسعة مباراة المتبقية بالتأكيد إن شاء الله ممكن يجيب أكتر من 15 هدف ويخسر الرقم القياسي اللي حققه أيضا النادي الأهلي من قبل ويتخطى الخمسة وخمسين نفس الأمر بالنسبة موسم 2017-2018 عدد انتصارات الفوز وعدد الفوز في هذه المباراة في الدوري لذلك كان عمل 28 مباراة انتصار وبالتالي بعد كده ممكن المراضي بعدد انتصارات الأهلي وصل لحوالي 23 انتصار يخسر الرقم خلال المباراة القادمة طيب اللقطة اللي جاية لقطة مميزة جدا نحن بنتكلم بقى على إزاي النادي الأهلي ليه تأثير في القرى الإفريقية سواء من الشمال حتى الجنوب هنروح للجنوب جنوب إفريقيا وكان فيه النهاردة رسالة دعم من نادي سانداونز من خلال مديره الفني بيتس موسماني وأيضا مدير النواحي اللوجستية والمنصق العام لفريسانداونز الأستاذ خالد علي ووجه رسالة دعم لأحد نجوم النادي الأهلي مؤمن زكري نتابع فيه الزلاطة ثم نعود لأن فيه مدخلة مهمة جدا السلام عليكم مؤمن إن شاء الله ترجع دألف سلام بيتس موسماني ماميلو دي سانداونز السلام عليكم مؤمن بمبلغك تحيات مجلس إدارة فريق ماميلو دي سانداونز لاعبين جهاز فني كلهم يدعو لك بالشفى العاجل إن شاء الله وبيتمنوا لك أنك ترجع بألف سلام البيتك والأسرتك والجمهورك الحبيب كل الدعم ليك كل الدعم ليك يا مؤمن وكل الدعم لمؤمن زكريا خلال الفترة اللي جاية بالمناسبة الفيديو ده عمل انتشار كبير جدا ورهيب على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية ودي بقى الرسالة اللي احنا بنتكلم عليها إن النادي الأهلي الحمد لله ظاهر بشكل جيد خلال البطولات الإفريقية وعمل تواصل مميز مع كل الأندية وبالتأكيد نادي سانداونز طيب مزيد من التفاصيل أنا بينضملي دلوقتي عبر السكايب في خلال فقرة تريندو أولاين الأستاذ خالد علي المنصق العام ومدير النواحة اللوجستية في نادي سانداونز من خلال بس مباشر مع قناة النادي الأهلي مساء الخير يا خالد مساء الخير أرز محمد إزاي حضرتك أخبارك إيه؟ الحمد لله في انت شرت الأهلي يا خالد تشرت الأهلي تشرت الأهلي الموجود ده بس النهاردة عايز أقول لك الرسالة مميزة بصراحة يعني عايز أقول لك عمل ترد فعل إيجابي من خلال السوشيال ميديا والجميل كمان أن بيت سوم سيماني بيتكلم باللغة العربية عشان الرسالة تكون واضحة ومباشرة وتوصل بسرعة سواء للجماهير أو حتى لمؤمن زكريه بالنسبة طبعا محمد ده أقل حاجة نقدر نقدمها لنجم من نجوم الكرة المصرية عامة ونجم من نجوم الناد الأهلي خاصة مؤمن قياما متعنا في الملاعب ودي رسالة دايما الكرة أو الرياضة بصفة عامة بتجمع مش بتفرق خلينا نختلف أنا وأنت في أرض الملعب خلينا أنت تكسبني أنا نكسبك بس في النهاية في النهاية دي 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 كرة قدم كرة القدم ما هي إلا رسالة رسالة بتوصل بتجمع بين الشعوب ما بتفرقش الناد الأهلي دايما بيعلمنا أن احنا إزاي الأخلاق الرياضية والروح الرياضية دايما 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 بناخد السوابق أو الحاجة السابقة اللي دايما في الرياضة أنا دايما مسألة الأعلى هنا النادي الأهلي دايما بناخد ده موجود لما اتكلمت مع كوتش بيتسو قلت له كوتش أنا عايز منك رسالة لمؤمن زكريا ما ترددش لحظة عملها قبل كده لنجم الوداد المغربي أشرف داري لما كان مصاب فطبعا رحب جدا كانت فكرتي أنه يقولها باللغة العربية ما تتصورش قد إيه مجلس إدارة نادي ماميليودي سانداونز الإدارة والمجلس الإدارة ومن رئيس النادي قد يدعمه مؤمن زكريا في محنته وإن شاء الله يا رب يرجع أقوى وأحلى من الأول وإن شاء الله نشوفه تاني في الملاعب علشان خاطر زي ما قلنا بيته وولاده أولا وجمهوره وإحنا في الأخير عشان تمتع بالمؤمن أنا عايز أبارك كمال فريق سانداونز على السلسية سلسية مميزة خلال هذا العام الدور والكاس وعارف كمان لولا الوقت ولولا زحمة المباريات كان فيه أخطر من لعب أبرزهم كمان سيرينو وكابتن الفريق كان يبقى فيه فيديوهات إن شاء الله وممكن يكون جاهز الفترة الجاية كدعم المؤمن زكريا بإذن الله خالد إن شاء الله يا محمد كان سيرينو إن شاء الله وهلوم بوكيكانا ودينيس أونيانجو وتين بازواني دول إن شاء الله بنحضرهم وحيبقوا جاهزين بالنسبة بنشكرك طبعا على تهنئة نادي مملودي سانداونز بالسلسية دوري طبعا يا محمد نحنا كنا جايين من وراء متأخر خالص 17 نقطة وكان لنا مباريات متأجلة من دور الأبطال حضراتكم كنتوا السبب إن احنا خرجنا منها فالحمد لله نحنا قدرنا نوصل بالفرقة وحسننا الدوري في آخر مباراة خدنا بطولة التلكم كاب وخدنا آخر حاجة لإسبوع الماضي النيتبان كاب شكرا على التهنئة ونتمنى إن شاء الله نبارك لنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بس حلو طريقة القامباك اللي اتعاملت في دوري جنوب إفريقيا يعني أنت عارف على نفس الشاكلة هنا في مصر النادي الأهلي لما بيكون عدد المباراة المؤجلة كتير لا تؤمن أو في النهاية مش هديرت تقول الدوري ده رايح لي فين فعطاككت نفس الأمر لكرايزر تشيفز كان عامل نتائج إيجابية لكن في آخر جولة إدرسون داونز بقى بنفس العزيمة بتاعت الأهلي ويمكن ممكن بقى مباراة مع الأهلي يشرب من نفس يعني خدوا الروح شوية بدوري جنوب إفريقيا قالها الموديل الفني كوتش بيتس مسماني قال أنا دوري أبطال إفريقيا الداني ثقة لعبتي المباراة قالها أخص لما كان بيلاعب كايزر تشيفز وكسبنا كايزر تشيفز لأن كانت مباراة قبل آخر تلات جولات فكان فيه فرق ست نقاط إحنا كسبنا كايزر تشيفز تلات نقاط قال لهم إزاي دوري أبطال إفريقيا الداني الخبرة اللي لعبتي وإزاي تقف على الكورة وإزاي تقف في الملعب يعني إحنا حطينا جوم في أول ربع ساعة ولعبنا بقى اللي عارف أنت أم حمد في الطريقة الدفاعية وبنلعب على كونتر أتاك فلأ كانت مباراة مميازة وأشاد بالموضوع دا أشاد بدوري أبطال إفريقيا إزاي لما بيلاعب الفرق العربية فرق التقيلة وبالأخص الناد الأهلي إزاي تكتكيا والفرق طبعا العربية كلها يعني بس أنا بخص الناد الأهلي بما أن أنا ننتمي للناد الأهلي إزاي بالأخص الفرق دي بتلعب كورة بتوقف على كورتها زي اللعيبة تقيلة في الملعب فده كتير فادو وقال أنا ما ينفعش نتكلم دلوقتي الدوري حيحصن في آخر جولة وقد كان أننا كنا خسرانين 17 نقطة ونأخذ الدوري في فرق نقطتين يا محمد طبعا أنا بالنسبة لي الكمباك كان تقريبا زي نادي الأهلي حاجة حصرت قبل كده أنا كنت على يقين أن أنا الوحيد لو قلت لهم أننا حفوز بالدوري وبفرق نقاط بعدما الدوري انتهى إزاي كلموني إزاي أنت عندك الثقة دي قلت لهم إحنا دايما فريق بطل لازم نتعامل زي الأبطال نهاية الدوري مع نهاية صفارة الحكم في آخر مباراة ده لازم يحسن الدوري هنا ناخد قلت لهم وشرحت لهم النادي الأهلي كان فيه سنة من السيناء أعتقد السنة اللي فاتت كان فيه فرق نقاط كتير كان فيه فرق نقاط كتير ورجع وصل ووصل أخذ بطولة الدوري الحمد لله أنت متفعل على السوشيال ميديا ودايما بشوف لك تغريدات على تويتر وعلى السوشيال ميديا وعلى فيسبوك الفترة الأخيرة السوشيال ميديا هل فيه فرق شاسع ما بين الأداء الإعلامي هنا للسوشيال ميديا في مصر عن جنوب إفريقيا الحيادية العدالة المعايير واحدة شايفها إزاي خيالك في مصر يا محمد كبيرة جدا وتقيلة جدا وعالية جدا بس ما فيهاش نوع من الحيادية بيبقى فيه بعض تراشق إحنا بناخد بالسوشيال ميديا المصرية السوشيال ميديا المصرية ما ينفعش حد ينكر دورها هي نمرأ واحد في أفريقيا بل بتضاهي السوشيال ميديا العالمية خلينا نتكلم فيها إحنا عندنا الفرق في جنوب أفريقيا السوشيال ميديا موجودة فعالة بس مش بنفس قوة السوشيال ميديا المصرية هنا بيجي الفرق هنا احنا بنختلف لو فرقه أنت تعرف أن كازا تشيبس بعت لنا جواب بيهنقنا به ببطولة الدور العام بعدما البطولة قعدوا 15 شهر الأول على الدوري احنا عدنا خمس دقايق الأول على الدوري أخدنا البطولة تشوف ازاي اللوح الرياضية زي ما قلت لك محمد وكنت بنقول لك من قبل لازم حتى جماهيرنا كل حد يبقى احنا هنا علشان نشجع كورة احنا هنا علشان نلعب كورة لكورة وقلنا الكلام ده قبل كده اكيد يا خالد اكيد يا خالد انا بشكرك ووصل تحياتنا بالتأكيد لمسؤولي سانداونز والبيتسو مسماني على هذه التهنئة او على هذا الدعم الكبير لمؤمن زكريا وبالتأكيد يا رب الفترة جاه يكون كمان في مشاركات معاك عشان نتكلم على فريل وداد لان بالتأكيد سانداونز كان عنده براك كتيرا مع الوداد وبالتأكيد عندك تفاصيل بس ده ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية قبل المباراة المرتقبة ان شاء الله في منتصف اكتوبر بشكرك يا خالد وكل التوفيق ديكو يا رب ان شاء الله وبالتأكيد كانت فقرة مهمة جدا لان رسالة الدعم من بيتسو ومن خلال نادي سانداونز بعد تحييز سلسية كانت رسالة مهمة جدا لمؤمن زكريا وتمنى يا رب تكون كل هذه الرسائل دعم وإيجابية الفترة الجاية بالنسبة للمؤمن للعودة سريعة لأسرته وأهله وأولاده وان شاء الله كمان للقرى المصرية خلال الفترة اللي جاية اخرج لفاصل ثم بعد الفاصل بتأكيد محتاجين نعرف أخبار التدريب وزي الفريب يستعد لمباراة مصر المقصة أعلم بحضركم من جديد وبالتأكيد بيحتاجين نتطمن على استعدادات الأهلي لمباراة مصر المقصة بالتأكيد الأمس كان فيه راحة سلبية الجهاز الفن فضل أن يكون فيه راحة بعد مباراة الاتحاد السكندري ومن النهاردة بدأ الاستعداد لمباراة المقصة يوم السبت القادم لذلك أروح مباشرة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتدريب فريق النادي الأهلي والزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي عشان يطلقنا على كل المستجداد داخل التدريب استعداد لمباراة مصر المقصة خلال الفترة القادم مساء الخير يا شريف تحاتي لك يا زميل محمد ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يا رب بإذن الله يكون يوم السبت هو يوم الحسم للنادي الأهلي مباراة المقصة على استاد القاهرة النهاردة التمرين بعد راحة استمرت 24 ساعة يمكن بعد معسكر في مدينة اسكندرية يمكن من خلف لعبي النادي الأهلي باستعده لهذه المباراة طبعا العيبة اللي شاركت فيه مباراة الاتحاد السكندر نهاردة التمرين بتاعهم خفيف هيكون ريكافرينج وبعد كده هو تلعبه تمرين طائرة خفيف خارس عشان العضلات واللعيبة طبعا اللي ما شاركتش فيه مباراة الاتحاد من خلفي عمل التدريبات بدنية قوية إلى حد ما وبتشارك فيه تأسيمة يمكن السعيد والمفرح لكل جماهير النادي الأهلي هو الظهور الأول للكابتن حسين الشحات النجم النادي الأهلي اللي بيتمرن النهاردة فيه التأسيمة من خلفي بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي حسين الشحات عادة من جديد حسين الشحات بيشارك يمسك الخشب بيشارك فيه تمرينات النادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون مع باقي زملائه في الفترات المقبلة من النجوم الفرقة ويجهز عشان طبعا بطولة أفرق يمكن لو طمنتك على المصابين طبعا عندنا أحمد فتحي عنده إقاف يمكن الإصابات يمكن رامي ربيعة سألت الدكتور خالد محمود قال لي يمكن 50-50 شفت الإشاعة وبيعمله النهاردة جلسة في الجيم وفي جلسة تدليك ونعمله تيست النهاردة ولكن يعني بيبتعد نوعا ما عن مباراة المقصة عندنا أمل بإذن الله الحالة تتحسن بكرة ويكون قريب من الصورة ولكن من الشواد كلها بتقول أن يبدو أن يكون في صعوبة في لحاق رامي ربيعة بمباراة المقصة ولكن زميله كلهم موجودين عندنا ثقة في كل لعب النادي الأهلي يكون عندهم الخضرة بإذن الله على تعويض غياب أي لعب في النادي الأهلي يمكننا بكرة يكون التمرين صباحا في التاسعة والنصف صباحا ومن بعده هيكون في التست الكورونا علشان نشوف مين اللي هيكون جاهز بإذن الله لمباراة المقصة دي كلك ولسنا في مران النادي الأهلي أعود لك من جديد زميل محمد شكرا جزيلا يا شريف بالتأكيد على كل هذه المعلومات وهذه التخطية الحصية من داخل ملعب نختار التتش بجزيرة لمتابعة المستجداد داخل فريق القرى اللي باستعد لمباراة يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة التتويج عايزين نقلص بدري بقى يعني إيه الأهل بطل الدوري والدرع رقم 42 لكن عايزين بقى إيه نفكر شهر كامل عندنا مباراة الوداد نشتغل بهدوء ونركز ونقفل على الفرقة والناس كلها تستعد للمرحلة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة المقصة مثال أو خير ختام يعني مسلسلة الانتصارات وبإذن الله تكون مباراة التتويج بالنسبة للنادي أهل لكن عايزة نتقل بقى لجزئية مهمة جدا لها علاقة بما يحدث في الساحة القروية المحلية بالنسبة للمصري خلال الفترة الحالية في الترند المحلي عندي نقطتين مهمين جدا بالأمس كانت فيه تصرحات مهمة لأستاذ حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات في التحاد الكورة وصفحة يلا كورة على الفيسبوك نشرت هذه التصرحات لمدير إدارة المسابقات واللي قال فيها الدوري سينتهي بنهاية شهر أكتوبر والموعيد نهائية عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا الدوري المصري لولا التأجيل اللي تم لدوري أبطال إفريقيا كان يبقى فيه مشكلة في نهاية الدوري المصري وكانت ممكن الموعيد تمتد لشهر نوفمبر إدارة المسابقات ماشى بالمباراة واحدة وحدة لدرجة حتى أنه كانت ممكن تختتم المسابقة قبل مباراة الزهاب بتاعة بطولة إفريقيا يوم 10 أو 11 أكتوبر لكن حطت مباراة الكاس لأنه لسه فيه مباراة كتيرة في الكاس وممكن الكاس يمتد لما بعد الدوري أو بعد 6 نوفمبر نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتالي لما يكون نهاية الدوري أحد أيام 28 أو 29 أكتوبر وانت مغمض عينك خذ المعلومة دي القيد في مصر هيتفتح يوم 29 ستمبر لو الدوري خلص 29 أكتوبر التيم اس والسيستم القيد في مصر الانتقالات هيبدأ 29 ستمبر بالتالي عندك هنا لفترة شهرين التيم اس هيتفتح في مصر 29 و29 ونهاية القيد الإفريقي 30 نوفمبر على فكرة دي قصة وحكاية محتاجة شارع إن شاء الله في الحلقات اللي جاية أشرح لكم بشكل واضح ومفصل لكن بالتالي لما تنهي الدوري 30 و10 وتفتح القيد 30-9 والقيد الإفريقي يخلص 30-11 عندك شهرين تقدر تتعامل مع القيد المحل والإفريقي بشكل ممتاز جدا. آخر حاجة حساب الوطن سبورت على تويتر كتب إن اتحاد القورة هيترقب اعتماد فيفا للاحة النظام الأساسي وده موضوع يطول شرحه خلال الفترة اللي جاية لكن نتمنى يا رب إنه يكون في خطوات سريحة لإعتماد لايحة من خلال الجمال العومية غير العادية ثم انتخابات خلال الفترة القادمة. أخرج لفصل وبعد الفصل الفقرة الأخيرة من برنامج التريندو بالتأكيد عن عرض مشاركات الجماهير على سؤال حلقة النهاردة أهلا بحضركم من جديد والتوقيت والوقت بيجري بسرعة معاكم لكن بالطبع يعني حلقة إن شاء الله نقدرنا نقدم لكم فيها معلومات وحاجات مهمة جدا من خلال السوشيال ميديا لكن بسرعة نروح لمشاركات الجماهير على السؤال اللي ترحنا النهاردة وهو متعلق بمباراة مصر المقصة الناس والمشاركات والأراء كلها المتعلقة بطوقعات الجماهير للتشكيلة اللي ممكن الأهل يلعبها في مباراة مصر المقصة هبدأ واعرض المشاركات ونشوف رأي الناس في هذا الموضوع أبدأ بمعتز خالد بيقول هنبدأ بباك يمين هيبقى جرالدو وهانا هيلعب بجنب أيمن وبقرة تشوفه ومعلول والشناوي وديانج وحمد فتح وبجي ومروان وعجيه والشيخ ماشي طيب أحمد محمد قال الشناوي في حراسة المرمى معلول أيمن حمدي هاني السلية ديانج أجيه أفشا الشيخ بجي حمادة حبيب بيقول إن شاء الله الفوز للأهل وهنبدأ بيه الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف وحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول السلية وديانج أفشا وأجيه والشيخ وبجي يمكن الناس كلها شايفة أن أبرز أو أكتر شيء متوقع أنه ممكن يكون حمدي فتحي بجوار محمد هاني في مركز الظهير أو مركز المساك طيب فيه كمان الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف هاني معلول السلية ديانج حمدي أفشا بجي الشيخ أجيه أدهم الأهلاوي بيقول نفس التشكيلة اللعب بيها أمام الاتحاد بس هيكون فيه تغيير في خط الدفاع جمعة نزيه بيقول إن شاء الله الشناوي في حراسة المرمى معلول أشرف حمدي فتحي محمد هاني السلية ديانج كهرباء أفشا جيرالدو وبجي الصقر معازل بدراوي بيقول هي هي نفس التشكيلة يمكن معظم الناس شايفة أن حمدي فتحي هو أعرب الناس اللي ممكن يعني يسد صغرة خط الدفاع بسبب الغيابات اللي موجودة في تشكيلة النادي الآلي تحديدا في النحية الدفاعية حمدي فتحي يكون بجوار محمد هاني وبجوار أيمن أشرف معالي معلول وبقى فكر التبادل المراكز هل ممكن محمد هاني هو اللي يدخل بجوار أيمن أشرف وحمدي فتحي هو اللي يكون الظاهير الأيمن ولا يكون فيه تبادل بين الاتنين في النهاية يا ربي في النهاية يعني نتمنى أن يكون فيلر مستقر على التشكيل عشان نخلص بدري بقى من الدور ونركز فيه المرحلة الجاية وإن شاء الله تكون مباراة موفقة بالنسبة للأهلي أمام مصر المقصة إن شاء الله يوم السبت القادم بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبالتأكيد إن شاء الله كلال الفترة القادمة يعني نتمنى التوفية رب للنادي الأهلي شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند اشتركوا في القناة